طيب خليني أعف بقى شوية مع التفاصيل الخاصة ببيانة اتحاد الكورة ويعني أصدر فيها اتحاد الكورة عدد من القرارات المرتبطة بالأزمات اللي توالت مؤخرة حقيقة يمكن زي ما قلت لحضراتكم كان في مجموعة من الملفات أو الأزمات اللي توالت بداية طبعا من رحيل كيروش والضجة والتصريحات المتبادلة من الطرفين وخدوا بالكم طبعا احنا بنتكلم على طرف أجنبي في المشكلة فأنت بتكلم وخصوصا أنهم ليهم أسماء وليهم وزن وليهم مصدقية على أقل في وسائل العالم الخارجية بتكلم على اسم زي كارلس كيروش أو بتكلم على اسم زي كاتنبرج وبالتالي هنا لابد من توضيح الأمور بشكل كبير لرأي العام هل البيان ده كافي؟ وهل البيان ده من وجهة نظر حضراتكم حتى كرأي عام يمثل خطوات فعلية قادرة تنهي هذه الأزمات خلينا نقول أو نقرأ مع حضراتكم طبعا البيان اللي أصدره مجلس الدراءات المصر الكرة القدم برئاسة طبعا جمال علام اللي تضمن مجموعة من القرارات الهمة بعد اجتماعه الطارق النهاردة في مقر اتحاد الكرة البيان جاء كتالي بداية طبعا عدم قبول اعتذار لجنة الانضباط والتمسك باستمرارها في عملها كقامات قضائية وقانونية مستقلة حيث أن التوجد في الاتحاد المصري الكرة القدم يرسخ مبادئ العدالة والانضباط داخل منظومة كرة القدم المصرية ويؤكد المجلس على كافة صلاحيات اللجنة الانضباطية والاخلاقية طبقا للاقاحة الانضباط والاخلاقيات ودعمه الكامل لما تتخذه من قرارات اثنين اقاف التعامل مع رئيس نادي الزمالك واحالة جميع تجاوزاته ضد مجلس دارة اتحاد المصري الكرة القدم إلى لجنة الانضباط مع احتفاظ المجلس بحقه في اتصايد حال استمرار تلك التجاوزات تلاتة مخاطبة المجلس الاعلى للإعلام بشأن التجاوزات الصديرة من قناة نادي الزمالك اربعة تم عرض مجموعة من السيرة الزاتية لخبراء تحكيم اجانب وجال التفاوض معهم للوصول إلى السيرة الذاتية الأفضل لتولي مهمة رئيس ورئاسة لجنة الحكام المصري على أن يكون ضمن مهام رئيس اللجنة تطوير منظومة التحكيم المصري الموافقة على تسوية مستحقات البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني الأسبق للمنتخب المصري الأول لكرت القدم بعد مراجعة الجهة الإدارية الموافقة على تسوية مستحقات الإنجليزي مارك لاتنبرج رئيس لجنة الحكام السابق بعد الموافقة على استقالته ومراجعتها من الجهة الإدارية وعقد مؤتمر صحفي لعرض الرؤية الحالية والمستقبلية لمجلس إدارة اتحاد المصري لكرت القدم كخطة مستقبلية للنهود بكرت القدم المصري خلال السنوات المقبلة دي تفاصيل البيان كل ملف من دول فيه كتير من المعلومات وفيه كتير من النقاط اللي ممكن تكون خافية على رأي العام وما بين تصريحات طبعا كامل التقدير والاحترام للمسؤولين في اتحاد كورت القدم المصري لكن التعامل مع هذه الأزمات الحقيقة ما أعتقدش أنه ممكن أبدا يكون من خلال بيان